اهلا بكم مشاهدين الى الاقتصادية المفصلة من الميادين الى العنوين ابواب ايران الاقتصادية فتحت روحان يجول على اوروبا وبكورة الاتفاقات عقد لشراء طائرات ايرباس في مسعى لتجاوز ازمة البترول الرخيص السعودية تضع خطة لجذب الاستثمارات الى قطاعاتها غير النفطية وفي النشرة ايضا بعدما قلص الاحتلال الكميات المتاحة ازمة غاز الطهو تتفاقم في غزة وتهدد افران الخبز اهلا بكم تندرج زيارة الرئيس الايراني حسن روحاني الى اوروبا في اطار انفتاح ايران على العالم بعد رفع العقوبات الغربية عنها زيارة تزامنت مع انتهاء اعمال المؤتمر الدولي للطيران والاعلان الذي عقد في تهران واستحديث عن احتمال اتمام صفقة شراء طائرات ايرباس من فرنسا بعد سنوات طويلة من العقوبات والحصار حازم كلاس الرئيس الايراني الى اوروبا في اول رحلة له بعد دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ رحلة ستحمل معها اولى الاتفاقيات الايرانية الغربية بعد رفع العقوبات يصعد الرئيس الايراني سلم الطائرة واستتوقعات بعودته بعدة اتفاقيات ابرزها صفقة طائرات جديدة وصفت بالضخمة قعدت مجموعة اتفاقيات ومذاكرات تفاهم في قطاعات الطيران نظرا الى ان اسطولنا الجوي بحاجة الى التحديث زيارة روحاني لاوروبا تزامنت مع انتهاء اعمال مؤتمر الطيران في ايران مؤتمر عقد بتنظيم من مركز كابا الدولي وحضره للمرة الاولى في طهران العديد من ممثلي شركات الطيران العالمية وان غابت عنه شركة بوينج الامريكية نحن مهتمون بتحديث اسطولنا الجوي ومنفتحون على التعاون مع جميع شركات العالم ونرغب في فتح خطوط طيران مباشرة مع الجميع وايضا مع امريكا ايران تعلن حاجتها الى نحو 500 طائرة في خلال السنوات العشر المقبلة وهي رصدت بالفعل لذلك اكثر من 20 مليار دولار كاشفة عن اتفاق مبدئي على شراء 114 طائرة ايرباس اتفاق رفض ممثل الشركة ايضا الكشف عن تفاصيله فالمباحثات هنا تجري خلف الابواب المغلقة نحن مهتمون بايران وبعد سنوات طويلة من العقوبات باتت الظروف جيدة للاستثمار في قطاع الطيران 257 طائرة هو قوام الاسطول الجوي الايراني بعمر متوسط يتجاوز ضعفا متوسط العالمي ويصل الى اكثر من 20 عاما والسعي هنا لخفض هذا الرقم الى 12 عاما برغم وجود عدة شركات مصنعة للطائرات في العالم تبقى شركة ايرباس وبوينغ الخيار الافضل لكن يجب ان تكون شروط التعاقد معهما دقيقة ولسيما مع تأثرهما بدغوط سياسية كما حصل سابقا ارقام لافتة تعلن عن قطاع الطيران الايراني من ارتفاع عدد رحلات الطيران الدولي في سماء ايران حيث وصلت الى اكثر من 1400 طائر يوميا الى الرغبة في توسيع عدد من المطارات وبناء 9 مطارات جديدة على الاقل ورصد 250 مليون دولار لتحديث انظمة الملاحة في هذه المطارات يبدو ان قطاع الطيران سيكون الشاهد الاول على اولى خطوات رفع العقوبات عن ايران خاصة في اطار التعاون الايراني الاوروبي حازم كلاس طهران الميادين اطلقت شركة غرايفون كابيتال التي تتخذ من طهران مقرا لها صندوقا استثماريا خارجيا يركز على ايران ويسعى الى جمع 109 ملايين دولار من مستثمرين اوربيين بحلول نهاية العام رئيس ادارة الاصول في الشركة اكد ان 300 شركة يجري تداول اسهمها بكثافة تنتظر فرصة الدخول الى السوق اسهم متنوعة جدا مع سلسلة عمليات الطرح الاولي والخصصة المتوقعة في الاعوام الثلاثة المقبلة تتجه شركة سايباب الايطالية للخدمات النفطية الى توقيع اتفاق مع ايران لمد خط انابيبا بطول 2000 كيلوماتر بكلفة تصل الى 5 مليارات دولار وتتسابق الشركات النفطية العالمية لعرض خدماتها على ايران وذلك اثر رفع العقوبات الغربية ضدها وسعي طهران الى تطوير بنيتها التحتية في مجال الانتاج والنقل والتكرير اعلن الامين العام لمنظمة البلدان المصدرات للنفط اوبك عبدالله البدري ان المنتجين من داخل المنظمة وخارجها بحاجة الى العمل معا لمعالجة قضية الفائض في مخزونات الخام العالمية ورأى البدري انه من الضروري ان تجلس جميع الدول الكبرى المنتجة للنفط للوصول الى حل اذ ان السوق بحاجة الى انخفاض المخزونات الى مستويات تسمح بتعافي الاسعار وبعودة الاستثمارات خفض مصرف اتش اس بي سيا البريطاني توقعاته لاسعار النفط لهذا العام متوقعا تعافيا تدريجيا لسعر برانت الى 60 دولار للبرميل و70 دولار للعام المقبل و80 دولار للعام 2018 المصرف خفض توقعاته لسعر خام برانت لهذا العام الى 45 دولار للبرميل ولسعر خام غرب تكساس الوسيط الى 44 دولار للبرميل من 55 دولار تضع السعودية خطة لجذل الاستثمارات الى قطاعاتها غير النفطية في مسعى منها لتجاوز ازمة البترول الرخيص محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودية عبداللطيف العثمان اوضح ان الرياض تستهدف مضاعفة تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر على مدى السنوات العشر المقبلة الاستثمارات المطلوبة تركز على قطاعات جديدة مثل التعدين والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات وبرغم العقبات القانونية والبيروقراطية اكد العثمان ان الهيئة تسعى الى جذب رأس المال الاجنبي الى قطاعات غير متصلة مباشرة بالنفط بشكل عام نحن نتكلم عن اقتصاد جيل جديد بجيل جديد من الاستثمار لجيل جديد من السعودية اضافة الى النفط والغاز والبترو كيمويات التي تمثل اتجاها رئيسيا نحن نطوق الى تمية قطاعات جديدة مثل التعدين والرعاية الصحية والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات نحن نطوق الى تحول في قطاعات الخدمات بالنسبة الى البيع بالتجزئة والعقارات والسياحة والخدمات المالية والاستشارات المهنية ستضطر وزارة المالية الكويتية الى السحب من الاحتياطي العام لسد عيز الميزانية السنوية مؤكدة ضرورة ترشيد ميزانية الدولة وتنويع مصادر الدخل وإلا فستستهلك الاحتياطيات على نحو سريع وكانت الكويت قد اعلنت بدأ اجراءات من ضمنها رفع الدعم عن المشتقات النفطية في الاسواق وتطبيق اجراءات ضربية جديدة بسبب العيز المتوقع في الميزانية العامة بعد انهيار اسعار النفط كشف البنك المركزي الاردني ان التحويلات المغتربين الاردنيين نمت خلال العام الماضي من سنة واحد ونصف في المئة الى ثلاثة مليارات وثمانمائة مليون دولار مقارنة بالعام الذي سبقه وكانت تحويلات المغتربين الاردنيين تبلغ ثلاثة مليارات وسبعمائة وثلاثة واربعين مليون دولار في نهاية عام 2014 وتمثل تحويلات العاملين في الخارج مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة التي يعتمد عليها الاردن في ميزان المدفعات الى جانب الاستثمارات الاجنبية والقطاع السياحي كشف المرصد الاورو متوسطي لحقوق الانسان ان ثمانين في المئة من سكان قطاع غزة يتلقون مساعدات اغاثية وذلك بسبب الحصار الاسرائيلي المفروض على القطاع منذ عشرة اعوام ووفقا للتقرير فانه نتيجة للحصار الاسرائيلي المستمر منذ عشرة اعوام فان اربعين في المئة من سكان القطاع البالغ عددهم مليون وتسعمائة وخمسين الف نسمة يقعون تحت خط الفقر ولفت التقرير الى ان معدل البطالة في القطاع هو الاعلى في العالم بنسبة اربعة وثلاثين في المئة اثبت غاز الطهو في قطاع غزة لم تعد قاصرة على الاستخدام المنزلي فقط بل امتدت لتشمل المخابز بسبب ادخال الاحتلال الاسرائيلي كميات قليلة من الغاز انقطاع او تقنين لمادة يحتاج اليها الفلسطينيون بشدة خلال فصل الشتاء في ظل برد قارس يضرب القطاع لنا شاهين ما بين حصار خانق واجواء طبيعية هوجاء لا تأمن مخابز غزة ان تخبو نارها وامدادات الغاز تتقطع وتتوافر بحسب المتيسر والمتاح مائة وعشرون مخبزا يرتبط استمرار عملها وانتظامه بتوفير لقمة العيش لنحو مليوني مواطن ازمة قديمة متجددة البداية اللي بنتجاه لها كالعادة الصلار لتشغيل المؤلدات صلار لاشعال الفرن أو الخبيض فهذه أسعارها بتكون مكلفة علينا وعلى الزبون وبتنقص من جودة الرغيف حاجة غزة إلى الغاز تبلغ أربعمائة طن يوميا نصفها فقط يصل من أقطار الحصار الإسرائيلي يأخذ النصف طريقه إلى البيوت ويذهب إلى مزارع الدواجن قصط لا بأس به منه وإن أغلق الاحتلال المعبر يوما واحدا تتفاقم الأزمة الوضع خطير جدا معظم المخابز اللي بتعمل على الغاز تم استهلاك كل مخزونات يعني مثلا أي مخبز بصفة عامة مش أنا أو أي مخبز ثاني ما فيش فيه يعني معدل اللي مشي لبكرة حتى رغيف الخبز لم ينجو من بطش الحصار والمخابز اليوم تعتمد فقط على نصف الكمية المطلوبة كي لا تتوقف عن العمل دائرة مفرغة تبدأ وتنتهي بالحصار ورسم بياني يعلو ويهبط طبعا لمستجدات اللحظة وتبقى أزمات وكوارث غزة في كل مجال مرهونة بزوالي لاحتلال لان شهين غزة آل ما يدين نمى إنتاج روسيا من النفط واحدا وثلثا في المئة في من خفض الاستخراج واحدا في المئة وشهد قطاع استخراج الفحم نموا بنسبة أربعة ونصف في المئة وذلك بفضل تقييد استيراد البضائع إلى روسيا ردا على العقوبات الغربية هذا وحقق إنتاج الغذاء نموا مرتفعا بلغ أربعة عشر في المئة فيما تراجع إجمالي الناتج المحلي الروسي أقل من أربعة في المئة وأعلن البنك المركزي الروسي عن قدرته على السيطرة على سعر العملة عقب انخفاض قيمة الروبل إلى ثمانين روبلا مقابل الدولار في الخبر الأخير أمل وزير الاقتصاد الفرنسي إمانويل ماكرون أن ترفع الصيف المقبل العقوبات الغربية عن روسيا وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية ضد موسكو بذريعة النزاع في شرق أوكرانيا وردا على ذلك أعلنت روسيا حظرا على غالبية المنتجات الغذائية الأوروبية هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية في الاقتصادية المفصلة نشكر لكم حسن المتابعة المايدين دوت نت للمزيد إلى اللقاء